إلى لبنان فقد أعلن حزب الله اللبناني قصف مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود بأكثر من مائة صاروخ ردا على مقتل قيادي بارز في صفوفه بغارة إسرائيلية على منطقة الحش في جنوب لبنان وذلك وسط مخاوف من ارتفاع مستوى التصايد بين الحزب وإسرائيل وكان الحزب قد نعى في بيان القيادي محمد نعمى ناصر أو الحاج أبو نعمى بغارة على سيارته في مدينة صور وهو ثالث قياد كبير يغتال في جنوب لبنان منذ بدء التصايد قبل نحو تسعة أشهر السياق دعا أفكدور لبارمان عضو الكنسة الإسرائيلية رئيس حزب إسرائيل بيتنا إلى استخدام السلاح غير التقليدي في مواجهة إيران في إشارة إلى السلاح النووي وأضف لبارمان في مقابلة على القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن على إسرائيل إنهاء سياسة الغموض بشأن إمكانياتها غير التقليدية قبل أن يطلب منه المذيع تكرار قوله فأعاد الحديث لا يوجد لدينا وقت لاستلاح التقليدي من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفكالانت إن الدبابة التي تخرج من رفح يمكنها أن تصل إلى نهر الليطاني في لبنان معربا عن تفضيله لتسوية مع حزب الله من موقف القوة على حد وصفه الدبابة الموجودة هنا والتي تجهزونها بعد أن تخرج من القتال قادرة على أن تصل في نهاية المطاف حتى الليطاني في لبنان وهذه الخطوة في لبنان نحن عازمون على فعلها إذا كانت هناك حاجة نحن نوجه الضربات لحزب الله كل يوم ضربات قوية وصعبة وسنتمكن من أن نصل إلى وضع جاهزية كاملة لأن نقوم بأي خطوة مطلوبة في لبنان أو أن نصل إلى تسوية من موقف قوة نحن نفضل تسوية ولكن إذا فرض علينا واقع القتال فسنجيد القتال وللتعليق ينضم إلينا مباشرة من بيروت العميد مونير شحادة الخبير العسكري والاستراتيجي يحييك ست العميد يو أف جالنت يقول نحن نريد التسوية بالتأكيد التسوية السلمية ويقدمها على الخيار العسكري لكن إذا أجبروا على ذلك سيذهبوا للخيار العسكري لكن في نفس الوقت يقومون باغتيال واحد من أهم قيادات حزب الله وهو الثالث في غضون الفترة الماضية ما الذي تريده إسرائيل باختصار شديد من حزب الله نعم مساء خير تحية لكم ويكون مشاهدين بالنسبة للاغتيالات هذا أسلوب تستعمل إسرائيل منذ زمن لنستذكر عملية اغتيال الشهيد عماد مغني في سوريا هي تعتقد بقيامها باغتيالات لقاضة من المقاومة أن بذلك تستطيع أن تدمر المنظومة القتالية لحزب الله أو الهيكلية القتالية لحزب الله وهذا الأمر لا يتحقق مع المقاومة لماذا؟ لأن تحت كل قائد هناك مئات القاضة يعني مش إذا إسرائيل استطعت أن تغتال قائد فتكون قد تمكنت من تفكيك الهيكلية القتالية للمقاومة وعطيت مثل أنا الشهيد عماد بغنية بعد اغتياله ازدادت المقاومة عزما وقوة ومنعة عن ما سبق وكما حصل اليوم وكما حصل منذ ثلاثة أسبوع عندما اغتالت الشهيد أبو طالب تولت المجموعة أو الفرقة التي كان يترأسها الشهيد أبو طالب الرد على إسرائيل بـ 270 صاروخ أول يوم وثاني يوم 150 صاروخ لإرسال رسالة لإسرائيل أنه مش إذا استطعت إغتيال قائد هذا يعني أن وحدته قد شلت عن العمل ماذا تريد إسرائيل؟ هي تعتقد أن باغتيال قادة تستطيع أن تدمر هيكلية المقاومة هذه بالنسبة لحسب تفكيرها أو عقيدتها وكمان هناك رسالة للداخل الإسرائيلي كمعنويات أن إسرائيل يدها طايلة تستطيع أن تصل إلى قادة في المقاومة نعم رسائل النار وهي أصبحت اعتيادية ما بين الاحتلال من جانب وبين أيضا للحقيقة حزب الله من جانب آخر رسائل الاغتيالات رسائل النار رسائل الصواريخ والمسيرات هذه الرسائل وآخرة هذه المتعلقة باغتيال القيادية بالحزب الحاج أبو نعم رسالة تقول لحزب الله توقف عن استفزاز الاحتلال الإسرائيلي لا نريد أن نذهب لأبعد من ذلك لا نريد حرب شاملة بل على بل عكس هي رسالة لاستفزاز حزب الله لتوسعة الحرب والدخول في حرب شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي يعني قراءتك للأمر سيدة العميد نعم يعني كمان المقاومة تدرس ردها على كل عملية اغتيال يعني عندما قامت بالرد على عملية اغتيال القائد أبو طالب منذ ثلاثة أسابيع كانت الأهداف مدروسة كسافة نيران انتقلت إلى المرحلة الثالثة المقاومة من الحرب والمرحلة الثالثة هي أهداف عمق وصلت إلى حيفا غربا بحدود 35 كم عمقا وإلى بحيرة طبارية شرقا بحدود كمان 35 كم عمقا وكمان زادت من كسافة النيران وارتقت الأهداف أصبحت استراتيجيا أعلى ويعني بمعنى آخر المقاومة تدرس عملية الرد لكي تكون مؤلمة لإسرائيل وتتناسب مع عملية الاغتيال ولا تؤدي إلى الانجرار إلى حرب شاملة ما تقول وحرطك أن إسرائيل تقوم بعملية الاغتيال لتحذر المقاومة هذا لا ينفع مع المقاومة كل ما قامت إسرائيل بعملية الاغتيال سوف يكون هناك رد الذي حصل اليوم قامت المقاومة بالرد هذا رد أولي وأنا أؤكد لك أنه رد أولي مئة صاروخ من أنواع مختلفة بوركان وفلق وكاتيوشا استهدفت فيها قيادات فرق في مسكاف عام وفي أجلال محتل وأكرر أن هذا رد أولي الأيام المقبلة سوف تكون هناك ردود أخرى تكون مؤلمة لإسرائيل وتكون مدروسة بشكل لا تؤدي إلى حرب شاملة هناك الكثير من التقاليل الإعلامية الغربية الآن تتحدث عن وساطات وجهود ضخمة لعدم الوصول لحرب شاملة بين إسرائيل وبين حزب الله حتى بعض التقارير تقول أنه يعني إلى حد كبير نجحت الجهود الغربية في هذا السياق هل هذا حقيقي يعني هل بتنا أبعد من سيناريو حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله أم لا؟ نعم يعني أنا دعنا نتسأل أنا وإيك لماذا هذا الضغط الدولي وهناك وساطات وضغط دولي لعدم انزلاق الأمور إلى حرب شاملة لو كان الغرب ويترأسه أمريكا لو كانت تتأكد أمريكا أن إسرائيل تستطيع إذا دخلت في حرب شاملة مع المقاومة أن تقضي على المقاومة لكانت سمحت لها منذ زمن منذ 28 ولكن كون أمريكا تعلم عواقب فتح جبهة على لبنان ماذا سيحصل من أضرار في إسرائيل يعني لنفترض مثلا لنرى جامعة رايخمن في إسرائيل هناك مئة خبير أجروا دراسة في حال إسرائيل فتحت حرب شاملة على لبنان ما هي الأضرار التي سوف تحصل في أراضي فلسطين المحتلة فالدراسة كانت بحدود 130 صفحة حطوا فيها كل احتمالات ماذا سيحصل تعطل الكهرباء الاتصالات الانترنت الدمار المستشفات إلا ما هنالك ولكن أنا أريد أن أركز على بند واحد هم من قدروا هؤلاء الخبراء المئة خبير الاستراتيجي والعسكري أن المقاومة في لبنان تستطيع أن تطلق 3000 صاروخ في اليوم لمدة شهر وهذه المرة صواريخ مختلفة يعني الآن نرى صواريخ فلق وكاتيوشا وبركان ولكن عندما تفتح الجبهة بشكل كامل هناك صواريخ باليستية صواريخ دقيقة وصواريخ مقطية إذا تخيلنا أن 3000 صاروخ في اليوم باليستي ودقيق ونقطي ماذا سيحصل في كل الأهداف استراتيجية التي عرضتها المقاومة في شريط الهدود الذي عرضته منذ أسبوعين تقريبا كل أهداف استراتيجية خطيرة سوف تستهدفها المقاومة في الساعات الأولى من الحرب فأزا كون الغرب وكون كل من يتدخل لمنع انزلاق الأمور إلى حرب شاملة يعلم ما هي الأضرار التي ستحصل في إسرائيل وكيف ستنتقل الحرب من حرب يعني إشغال واستنزاف العدول الإسرائيلي إلى بداية حرب تحرير فهذا ما يجعل الغرب يضغط لمنع انزلاق الأمور لأنها سوف تصبح حرب شاملة دعني أنهي معك بسؤال النسب والتوقعات وأنا أعلم أن مثل هذه الأسئلة تكون صعبة أو حتى في بعض الأحيان تبدو غير منطقية بنسبة كم في المئة تقترب الأمور من حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان بين الاحتلال وبين حزب الله نعم يعني هنا أصبحنا في الجبهة الجنوبية من لبنان وفي شمال فلسطين المحتلة أصبحنا اللعب على حفة الهاوية يعني خطأ بسيط من أحد الطرفين الذي نفترض إسرائيل قامت بعمل عدواني يعني يكون كبير جدا أو بالعكس تقوم المقاومة باستهداف أي هدف استراتيجي كبير سوف تندلع حرب شاملة فإذا اللعب هو على حفة الهاوية الآن ولكن الظروف ظروف فتح حرب شاملة من قبل إسرائيل على لبنان يعني غير متوفرة الآن وأصبح معروفا أن المقاومة في لبنان لا تسعى إلى حرب شاملة على إسرائيل إلا إذا إسرائيل أرادت ذلك لقاية تقوم إسرائيل بفتح حرب شاملة على لبنان يجب أن تتأكد أولا أن أمريكا جاهزة للتدخل بشكل مباشر لمساندتها في هذه الحرب بمعنى آخر أن تشترك أمريكا في قصف المقاومة في لبنان هل هذا متاح؟ هناك عاملان يمنعان أمريكا من التدخل هو الانتخابات الرئاسية في أمريكا والأمر الآخر حرب شاملة لأنه سوف ذلك يستجلب تدخل دول أخرى ولا أحد يعلم أين تنتهي هذه الحرب فأذا ظروف فتح حرب شاملة وانزلاق الأمور إلى حرب شاملة في المنطقة غير متوفرة حاليا للسبب الذي ذكرته عن أمريكا والسبب الآخر مدى الأضرار وعواقب فتح حرب شاملة على إسرائيل مدى الدمار الذي سوف يحصل في إسرائيل فأذا أنا أرى جوابا على سؤالك أنا أرى أن اللعب الآن على حافة الهاوية ولكن إلى حد ما لازلنا إلى حد بعيد لازلنا ضمن قواعد الردع أشكرك شكرا جزيلا العميد مونين شحاد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معي مباشرة من بيروت